نستكمل الحديث عن الفطل الثالث من مقرر العلوم العامة فاصل الفلك الموضوع الرابع الكسوف والكسوف الأهداف يستنتج الطالب أسباب خصوف القمر يستنتج أسباب حدوث كسوف الشمس يقارن بين كسوف الشمس وخصوف القمر نشاط ما أسباب حدوث كسوف القمر كسوف القمر الشكل اللي أمامنا يوضح ظاهرة حدوث كسوف القمر من هذا الشكل نلاحظ الشمس ثم الأرض ثم القمر أول ملاحظة الأرض بين الشمس والقمر اثنين عشان يحدث خصوف القمر لازم يكون القمر بدرا ثلاثة عشان يحدث خصوف القمر لازم تكون الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر على خط واحد وسمى هذا وضع الإكتران وضع الإكتران دية شروط حدوث كسوف القمر الأرض بين الشمس والقمر القمر بدرا الأرض والشمس والقمر على خط واحد عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر وعلى خط واحد الأرض هتقوم بحق بجزء من ضوء الشمس الأرض تقوم بحق بجزء من ضوء الشمس وتتكون منطقة الاثنين منطقة اسمها منطقة الزل ومنطقة شبه الزل منطقة الزل لو القمر اتواجد فيها هيحدث خصوف كلي خصوف كلي إذا تواجد القمر في منطقة شبه الزل هيحدث إيه؟ خصوف جزئي نشاط تاني ما أسباب حدوث خصوف الشمس الشكل اللي أمامنا بيوضح ظاهرة خصوف الشمس نلاحظ كده أول ملاحظة إن الأمر هو اللي بين الأرض والشمس يبقى واحد القمر بين الشمس والأرض القمر بفطور المحاق القمر محاق ثلاثة وضع الالكتران لازم يكون متوفر إن الشمس والقمر والأرض على خط واحد الشمس القمر الأرض على خط واحد يسمى وضع الالكتران طيب مين اللي هيحجب جزء من دوق الشمس دلوقتي القمر هو اللي يقوم بحاج بجزء من دوق الشمس تتكون منطقتين منطقة الزل ومنطقة شبه الزل منطقة الزل الناس اللي متواجدة فيها طرح كسوف كلي منطقة شبه الزل الناس اللي موجودة فيها تشوف إيه كسوف جزئي نشاط تالي ما الفرق بين الكسوف والخسوف عملناها في جدول كسوف الشمس يقصد به حجب جزء أو كل من دوق الشمس كسوف القمر حجب جزء أو كل من دوق القمر كسوف الشمس يحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد كسوف القمر يحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد في كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر محاقا بينما في الكسوف القمر يكون بدرد الكسوف يحدث في نهاية الشهر العربي الكسوف في منتصف الشهر العربي الكسوف قد يكون كليا أو جزئيا أو حلقيا الكسوف قد يكون كليا أو جزئيا لخص ما تعلمت من الموضوع